أكد رئيس سيسي ضرورة عدم قبول العالم استخدام الضغط الإنساني للإكبار على التهجير مجددا تأكيد مصر على أراضي التام للتهجير القصري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء وشدد رئيس سيسي على أن التهجير القصري ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة لافتا إلى أن تصفية القضية الفلسطينية لن تكون أبدا على حساب مصر إن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإكبار على التهجير وقد أكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القصري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهداراً لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع الأحرار في العالم على مدار 75 عاماً هي عمر القضية الفلسطينية ويخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن أن هذا الشعب الأبي الصامد راغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف كما أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فرداً فرداً إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث أبداً على حساب مصر ترجمة نانسي قنقر